موسيقى موسيقى خلال الأعوام الثلاثة الماضية واكب اليمنيون عملية إعادة تشكيل الجيش الوطني بترقب شديد على أمل أن يكون هذا الجيش أحد أركان دولتهم المنشودة المعبرة عن تطلعاتهم إذا المعايير بناء الجيش الوطني والمخاوف الشعبية ومنحرع فيها سيكون موضوع حلقتنا لهذا المساء من فضاء حر أهلا بكم موسيقى بدأ بناء الجيش الوطني من الصفر ورافقت عملية البناء الكثيرة من الأخطاء التي اعتبرها البعض مبررة في ظل الظروف القائمة وغير مؤثرة على مسار تشكل المؤسسة العسكرية أو على نتيجة نهائية إلا أن بعضا من تلك الأخطاء قد تؤدي إلى إنتاج نفس النمط الذي سار عليه الجيش السابق كما يرى البعض خلال الأيام الماضية انفجر نقاش عام حول بعض الإشكاليات المتعلقة بالجيش الوطني وعلى الرغم من أن موضوعا كهذا كان يفترض أن يبقى موضوعا داخليا يتم حله داخل أجهزة المؤسسة العسكرية إلا أن حساسية اليمنيين تجاه القضايا الخاصة بالجيش جرت النقاش إلى الحيز العام تبدو ذاكرة اليمنيين إذن مثخنة بالوجع من الجيش السابق الذي تحول إلى القاتل الأول في البلد وعصابة للإيجار لجماعة الحوثي وجيشا في يد الإمامة نتيجة البناء غير وطني الذي رافق تطور هذا الجيش وتحوله إلى إقطاعية خاصة بمراكز السلطة وهذه التجربة القاسية تجعل اليمنيين متحفزين للإبقاء على كل ما يدور داخل المؤسسة العسكرية الناشئة تحت أعينهم وبينما يرى البعض أن من حقهم انتقاد ما يجري داخل المؤسسة العسكرية خوفا من المآلات القادمة يرى آخرون أن هذا الهجوم غير مبرر وأهدافه ليست بريئة وتتعلق بالإساءة إلى الجيش وقياداته وإظهارهما بشكل غير وطني وهو ما يصب في المحصلة النهائية في مصلحة الخصم إذن كيف يتشكل الجيش الوطني الجديد وما تأثير ما يجري من اختلالات على بناء وتطور هذا الجيش في المستقبل وكيف يمكن فهم الحديث العام في قضايا المؤسسة العسكرية هذه تساؤلات وغيرها سنناقشها هذا المساء مع ضيفينا الصحفي عبد العزيز المجيدي من تعز والكاتب الدكتور فيصل علي من كوالا لنبور أرحب بكم ضيفي العزيزين بداة وأبدأ معكم السؤال إنه مشترك والبداية معك دكتور فيصل ما مدى خطورة الاختلالات المرافقة لعملية إعادة بناء الجيش الوطني وهل يفترض أن تتحول هذه النقاشات إلى المجال العام؟ دكتور فيصل أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بجميل عبد العزيز المجيدي أهلا وسهلا بجميل عبد العزيز وغيري الجيش اليمني تكون كما تعلمون من الصف ومعظم هؤلاء الشباب الذين انطموا إلى الجيش البطني أبناء دورة تحت الفبراير جاية نحيي هؤلاء الشباب الذين ضحوا بأرواحهم وبأنفسهم يعني استعادة الدورة وليكون الحاجز المنيع أمام اجتياح المدن والمناطق من قبل الميليشيات التي حتى استطاعت الوصول إلى بعض المناطق ولم تستطع الوصول بسبب المدهم تحية لهم جميعا ولقيادتهم الحرة وتحية للتحالف العربي الذي دعم هذا الجيش الذي بدأ كما تحدثنا من الصفر هذا الجيش الوطني هو أملنا الوحيد ربما تكون هناك بعض الاختلالات وهذا شيء وارد لا نستطيع إنكاره لكن هذه الاختلالات ما نسبتها من الواقع علينا أن نتذكر جيدا علينا أن ندرك جيدا أن الجيش هو من قوام المواطنين المظلومين الذين تم الاعتداء على مدنهم وعلى قراءهم وعلى حاراتهم هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب يمثلون الوجه الأنصع للمشروع الوطني نستطيع أن نقول بالكامل مليان ليس لدينا مشروع سياسي مكتمل لكن لدينا مشروع عسكري واضح المعالم ومكتمل وبذلك كل من مخاضف مقاشات التي تفضلت بها يا أستاذ أسفان يجمعهم الحرص على بناء هذا الجيش وفتة المحاير الصحيحة لا نتهم أحد ولا نخوّل أحد ولا نشكف أحد الكل يجمع على مصلحة هذا الجيش لكن أن يتحول هذا يعني أن تتحول هذه المخاوف إلى الطعن في الجيش الوطني أو إلى تثبيت قواتنا المسلحة في مختلف القبهات خاصة في هذه الفترة التي استطاع الجيش الوطني أن يحرر فيها شبوة ويتقدم في القوف وصعدة ونهم صنعاء اقتربت معركة صنعاء وهناك من يثير مثل هذه المشكلات هذه الإثارات ربما لم تكن بريئة لكن أنا أتق بأن كل النشطاء وكل الذين انتقدوا حريصين على الجيش الوطني وعلى سلامته وعلى سلامة المعايير التي يجب أن يبنى عليها نعم نعم إذن السيد عبد العزيز والسؤال ذاته لكننا نتحدث عن مدى خطورة هذه الاختلالات اللاقعة في بنية المؤسسة العسكرية في الجيش الوطني وإشكالية خروق هذه الاختلالات إلى المجال العام أو للنقاش العام تحية لي الزميل والصديق العزيز فيصل علي وتحية لك وللسادة المشاهدين ليست المشكلة في خروق هذه الاشكالات الناجمة عن بعض الممارسات والقرارات التي تصدر من بعض القيادات السياسية والعسكرية في البلد إلى العلن بالعكس أعتقد بأن مثل هذه الأمور يجب أن تخرب إلى الناس في هذه اللحظة بالذات لأنه ما من وسيلة ولا مؤسسة للرقابة على أداء السلطة التنفيذية بمختلف مسمياتها إلا من خلال الرأي العام واليوم أصبحت منصات والتواصل الاجتماعي هي عين المجتمع للرقابة عين المجتمع وصوته للرقابة على أداء السلطات التنفيذية المختلفة الإشكالية الكبرى هي في حدوث مثل هذه الممارسات التي تقوض من عملية بناء مؤسسة الجيش على أسس وطنية وهي تعيد إنتاج ذات العوامل والأسباب التي أدت إلى ما أدت إليه من كوارث وحروب وصراعات وأيقلب 21 استمبر لا زال طازقا وبالتالي هناك إشكالية كبيرة يقب على القيادات السياسية والعسكرية أن تتنبه قيدا إلى أن محاولة إعادة إنتاج ذات الإشكالية داخل مؤسسة الجيش تحديدا يعني أن اليمنين لم يفعلوا شيئا على الإطلاق وأن ثلاث سنوات ذهبت باتقاه الريح ليس هناك ما يمكن البناء عليه للمستقبل نحن لا نريد أن نعود إلى الماضي وإلى إشكالاته وإلى الممارسات التمييزية التي كانت تحدث داخل الجيش وتحويلها إلى إقطاعيات وتوزيع الألوية والمسميات إلى رشا للقيادات الاجتماعية المتنفذة والعسكرية وما إلى ذلك لإعتبارات مناطقية أو في أوية معينة وبالتالي هذا تكريس لنفس المنطقة الذي تحاول ميليشيات الحوثي تكريسه بالدعاء أنها هي صاحبة الحق في أن تحكم وأن تستحوذ وأن تسيطر وأن يكون اليمينين فقط عبارة عن رعية وبالتالي الخروج تلك الواقع المتعلقة بعملية المخالفة في إنشاء اللواء عسكري وبنفس الوقت أيضا الحادثة التي نجمت عن اعتداء على أحد القيادات العسكرية من قبل أحد أبناء المشائخ وهو شخص أيضا ليس عسكريا وهو شخص تم فقط إصدار قرار بمنحه رتبة عسكرية وعينها في لواء عسكري وهمي وهذا ما يعيدنا إلى مرحلة الستينات وماتلا القمهورية التي تم وعدها في وقت نعم سيد عبد العزيز لكن ألا ترى عبد العزيز بأن هناك مبالغة بمفس الطريقة إلى نفس الممارسة ولازمنا في وقت حرب نعم عبد العزيز لكن ألا ترى بأن هناك كان هناك مبالغة في التعاطي مع هذه المشكلة وهي مشكلة جزئية في مشهد كبير ربما أشار له الدكتور فيصل مشهد كبير ومشرف وفيه كثير من التضحيات وكثير من الأمور التي يجب أن نشيد بها ونحافظ عليها وعلى تماسكها يعني مقابل بعض الأخطاء البسيطة التي ربما تكون جزء من الترضية أو ربما تكون جزء من سياسة القيادة العسكرية لكسب مثلا ود بعض القبائل أو بعض الشخصيات هكذا يراها البعض سيد عزيز الدكتور فيصل قال قبل قليل بأن هذا الجيش بني من الصفر وقواب الرئيس يقوم على شباب فبراير الذين خرقوا من أجل الخلاص من نظام الاستبداد والاستعلاء والغطرسة الذي كان في كثير من ممارساته يعتمد على النبرة والسياسة الهوية الصغيرة التي تقوم على أساس فكرة الاستقواء على الآخرين وفرض هيمنته لاعتبارات متعلقة بقاونة بعصبوية وطائفية من نوع ما وبالتالي هذا الجيش الذي قاتل ويضحي وينزف حتى اللحظة في القبهات نحن نحييه ونحيي أفراده وأعتقد بأن على اليمنيين بالفعل أن ينحنوا إقلالا لهذا الجيش ومن ضمن عملية الاحترام التي يجب أن يحظى بها هذا الجيش هو منع طعنه من الخلف من خلال إصدار قرارات وتحويل الجيش إلى إقطاعيات من أقل وما إلى ذلك بالله عليك ما الذي سيستفيده البلد من شخص عبارة عن عبء أصلا على البلد لا يمتلك أي إمكانيات ولا حتى نفوذ حتى المشيخ الذي كان يحاول ابتزاز البلد خلال العقود الماضية باعتباره لاعبا ولديه عصى ويستطيع أن يفرض شروطه على الدولة مقابل مساومات ومقايضات من نوع ما ثبت بأنه عبارة عن أشياء بائسة ليس لها أي حبور لا تمتلك ذلك العمل والقدرة على أن تفعل شيئا وهي متماهية بالذات مع المشاريع العصبوية التي انطلق منها الحوثي وكانت هي متماهية معه بشكل كامل هذا الشخص الذي يريد أن ينضم إلى الشرعية أو يزعم أنه سيصطف مع القمهورية يريد مقابل انضمامه للقمهورية لواء عسكريا بالله عليك هل هذا يخدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإمكانها الضخمة لأمثال هؤلاء بينما كثير من أفراد الجيش الوطني لا يتلقون الدعم اللازم والمرتبات والاستحقاقات الأخرى في الجبهات فماذا نقول عن هذا الأمر من الذي يطعن ويغدر بالجيش الوطني في الجبهات إلا إن لم تكن مثل هذه السياسات التي تنم عن عدم اكتراث بكل الخبرات والتقارب السابقة عدم إذن هذه القرارات أنت ترى بأنها هي من تطعن القريبة هي من تطعن في الجيش الوطني أكثر من غيرها إذن دكتور فيصل يعني يرى الأستاذ عبد العز بأنه يعني هذه التعيينات وهذه الاختلالات في معايير التعيينات داخل المؤسسة العسكرية هي أكثر ما يطعن في الجيش الوطني ويعيد ربما إنتاج الجيش السابق الذي كنا نعتقد بأنه وطني وقمهوري وتبين في الأخير بأنه يعني ولاءاته قبلية ومناطقية ومذهبية وما إلى ذلك يعني ألا ترى بأنه فعلا مسألة تسليط الضوء على هذه الأخطة هو في خدمة الجيش الوطني ومؤسسة العسكرية أكثر من أنه يعني يضرها أو يسيئ إليها أحيي الروح النضالية للصديق عبد العزيز ولكن علينا أن ندرك أن الجيش الوطني وأفراد هذا الجيش كما قلت لكم هم من مخرجات ثورة 11 فبراير هؤلاء أبطال هؤلاء لا يمكن تقاوزهم ولا يمكن أن يأتي شيخ أو قبيلي أو كائنا من كان ليتسلط عليهم لديهم من الحرية ما يكفي للجزيرة العربية كلها لديهم من القدرات لديهم من الوعي السياسي والثقافي ما يفوق عن غيرهم وإلا لما كانوا في الجبهات مثل هذه الممارسات ربما قد يعني ينظرون إليها بنوع من الاستفزاز أو ما شابه لكن علينا أن ندرك طبيعة مجتمعنا اليمنى هناك لدينا مجتمع قابلي لا تمشي معه الأمور كما تمشي عند البقية الواعية مثلا في نهم لو أردنا معرفة التكوينات العسكرية معظم المتواجدين في نهم من إقليم القند من تعيز ومن إيب هل بالإمكان أن يأتي من يتسلط عليهم أو يظلمهم أو يسومهم سوء العذاب بالطبع لا هذه التعيينات ربما تزعقنا كسياسيين كمراقبين كمتابعين كأصحاب توجهات معينة لكنها من وجهة النظر العسكرية ربما تكون استرضاء لبعض القبائل أو لبعض المشايخ نعم دكتور فيصل اولان يا دكتور فيصل يعني إذا كانت هذه القبائل أو هؤلاء المشايخ أو الشخصيات نعم دكتور فيصل إذا كانت هذه الشخصيات أو المشايخ أو الوقاهات لن لن تنضم للشرعية ولن تقاتل من أجل الجمهورية إلا ضمن المصالح خاصة ما حاجة الشرعية لها وما حاجتنا لها هذه ربما أنتباعتنا بالآن ستبعنا غدا يعني هل هذا مبرر منطقي برأيك منطق المنطق والسؤال صحيح لكن علينا أن نفهم طبيعة مجتمعنا اليمني من أين نأتي بمجتمع آخر الحرب في تلك المناطق والقبائل قريبة من تلك المناطق أيضا علينا أن ندرك أن التحالف له اليد الأولى في مثل هذه القرارات وفي مثل هذه التعينات لكننا بكل وضوح نثق بقيادة القيش الوطني ونثق بأفراد القيش الوطني بأنه لن يتم الضحك عليهم ولن يتم قيادتهم من قبل يعني أفراد لا يستحقون القيادة ماذا سيفعل فلان أو علان إذا ذهب إلى القبهات هل سيستطيع أن يكون مثل أولئك الأبطال بالطبع لن يستطيع نعم لكن دكتور فيصل هذا الذي لا يستطيع أن يذهب إلى القبهات دكتور فيصل شمحني المقاطعة هنا هذا الذي لا يستطيع أن يذهب إلى القبهات ونضيف لها شيئاً يحصل على كم كبير من الامتيازات ومن الرواتب ومن المراضة كما سميتها بينما يموت الآخرون في الأرض يموت الآخرون في الميدان لا يقدر حتى قرحاهم العلاق ولا يقدر المقاتلون راتب يعني كيف يمكن أن نقبل بهذا المنطق سيدة الكريمة هو لا يحصل على هذه المساعدات أو على هذه الأموال من ميزانية الدولة المساعدات المدفوعة للجيش اليمني هي من التحالف والتحالف هو من يتحكم بمثل هذه الولاد هناك نظرة للتحالف يريد أفراد الجيش السابق أن ينضموا وشقع القبائل على الانضمام إلى الشرعية من منا يستطيع أن يمنع مواطن يمن يقول لا تنضم للشرعية ولا تنضم للجيش خاصة إذا لم يكن القرار اليوم بيدنا اليمن اليوم في طريق استعادة الدولة عندما تأتي الدولة عندما تترسخ قواعد الأمن والاستقرار عندما تتحرر المدن سنرفع أصواتنا عاليا بمثل هذه القضايا نعم رهو أول تساؤل هنا دكتور فيصل هل يمكن أن تبنى دولة ضمن هذه المعايير وضمن هذه التصرفات ربما يكون ذلك يرى البعض بأنه ربما هو سبب تأخر إنجاز المعركة سأحيل هذا الطرح إلى السادة عبدالعزيز سأعود إليك دكتور فيصل سادة عبدالعزيز هل ترى فعلا بأنه طالما القيادة الشرعية ليست هي من تصرف الأموال والميزانية الخاصة بالمؤسسة العسكرية هذا يعفيها من هذه الاخترالة الحاصلة داخل بنية القيش الدكتور فيصل قال كلاما مهما في مداخلته قال معلومة هي معلومة مؤكدة وموثقة والكل يعرفها بأن الكثير من أبناء من المقاتلين في القبهات بالذات في المناطق المحيطة بصنعاء هم من أبناء قليم القناد ومن ريمة تحديدا وهذه معلومة أكيدة أغلب المقاتلين في هذه المناطق ينتمون إلى هذه المحافظات الثلاث ابتعز ريمة في كشوفات القيش الوطني وبالذات في المناطق السادسة والسابعة ومناطق الثالثة مأرب في الكشوفات هذه مسجل قرابة 200 ألف قندي إذا سألت أين هؤلاء القنود فستصدمين عندما تكتشفين بأن معظم ربما يكاد يكون ثلثي هؤلاء المقندين هم موجودين في مناطق سيطرة الحوثي ويتقاضون الأموال قبل أن يتقاضاها المقاتلون وهذه معلومة مؤكدة وأتمنى على وسائل الإعلام أن تتحقق من هذه المعلومات وطبيعة ما يقري وهنا طبعا هذه مشكلة كبيرة وخطيرة قد تعكس خطة ربما أو فكرة ما تخامر كثير من الشياطين بأن هؤلاء أبناء هذه المناطق ربما يقري الزجبهم في هذه المناطق للحرب والتخلص منهم كما حصل خلال فترات ما بعد سبتمبر وبالتالي الأسماء التي موجودة في تلك المناطق ستتولى لاحقا عملية السيطرة على الجيش والتصرف بقرار كما يحدث تصوري مثلا أن الكثير من هؤلاء وقمعهم بالتأكيد كما تقول المعلومات يتقاضون مرتباتهم بشكل كامل وتصلهم إلى بيوتهم وبعضهم يعملون مع الحوذي قذيها هكذا بكل صراحة هؤلاء الناس يتقاضون الرواتب على حساب المقاتلين في القبهات هناك كتائب من الجيش الوطني وأيضا هذه معلومة لم تستلم مرتباتها حتى الآن من مرتبات شهر مارس الماضي بسبب أن الأولوية كانت للباقين والمقعدين بقرارات في بيوتهم ويتقاضون الأموال الوثيقة الأخيرة التي كشف عنها المصدر أولاين والتي تحدثت عن الإشكالية الناجمة عن اعتداء ابن محافظة الدمار المقدشي بالاعتداء على المسؤول المالي للواء المقد الوهمي تحدثت بصورة واضحة عن قرابة 600 فرد من أفراد هذا اللواء أين هم موجودون؟ هؤلاء موجودون بحسب رسالة ومذكرة قائد اللواء وموجودون في يخدمون لدى الحوثي في نقاط الحوثي وفي القبهات وبالتالي نحن أمام تكرار لنفس المهزلة التي كانت تحدث في الستينات عندما كانوا يقولون بأن هناك من يقاتل كجمهوري في النهار وفي الليل ملكي ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه ويتكرر بنفس الهزلية والمأساوية التي حدثت خلال الفترات الماضية وبالتالي هناك شكل من أشكال التكريس لفكرة التمييز بين المناطق وبين القنود وهذه أسوأ الكوارث التي يمكن أن يتعرض لها قيش في أي بلد في العالم هذه المشكلة التي تراكمت وكبرت منذ بداية الستينيات وانتهت بتصفية قطاعة واسعة من القيش الوطني ثم انتهت إلى تكريس هيمنة قبلية ومناطقية على هذا القيش إلى أن ينتهي في النهاية إلى قبضة عائلة استطاعت في لحظة واحدة أن تقرر مصير بلد وأن تزوج به في حرب وتسلمه لميليشيات وتدخلنا في هذه الدوامة الطويلة من الحرب والدمار والدماء وبقدرة قادر تتحول هذه العائلة خلال يومين إلى بطلة لبطلة قمهورية هكذا يتم ضرب اليمنين بكل بساطة وضرب تضحياتهم وتحويل القاتل والمقرم إلى بطل ببساطة لأنه فقط أصبح يقول كلاما ربما فقط وهو كان يحاول الدفاع عن ذاته وعن مصالحه الشخصية وسقط في هذه اللحظة وأصبح بطلا على اليمنين أن يتقبلوا وأن ينسوا كل قرائمه وأن يكفوا عن المطالبة حتى بالأموال المسروقة والتي تصل إلى مليارات الدولارات نعم دكتور فيصل إذن تحدث سيد عبد العز عن شواهد كثيرة ربما ابتداء من الستينات وصولا إلى 2014 التي كانت جميعها يقف خلفها سبب واحد وهو عدم تشكل مؤسسات قيش وطني حقيقية وكانت ولاءتها لأطراف بعينها هذه الأطراف تحولت إلى أطراف الصراع السياسي لاحقا ألا ترى بأن هذا مبررا للمخاوف الموجودة المخاوف الشعبية التي ظهرت على السطح مؤخرا وهذه الهجمة الكبيرة لتصحيح وتصويب الوضع قبل أن نصل إلى المآل الذي وصلنا إليه من قبل على كل حال كل المخاوف واردة لا نستطيع أن نمنع بعض المخاوف من الظهور ومن حق المواطن اليمني أن يتخوف من هذه المآلات لكن علينا أن ندرك أن القرن الحادي والعشرين غير القرن العشرين ما كان في الستينات لا يمكن أن يكون اليوم اليوم الواعي هو الأبرز الشباب الذين يقاتلون اليوم لم تذهب بهم القبائل ولم يرسلوا عبر المشايخ ولم يكن انتقاء عن طريق عدول البلاد كما كان في الستينات الذين ذهبوا ليقاتلوا ليضحوا عن في سبيل هذا الوطن في سبيل استعادة الدولة في سبيل الهوية اليمنية في سبيل هذا الشعب ذهبوا باختيارهم بإرادتهم بحريتهم ذهبوا نتيجة لواعي سياسي اكتسبوه من 11 فبراير ولذلك هذه المخاوف قد تكون صحيحة لكنها يجب أن تتوقف أمام واعي الجيش الوطني اليوم لا يمكن تصفية كل هذا الجيش ولا يمكن مغالطة كل هذا الجيش الجيش اليمني واعي وقادر على التحرك في كافة المقالات علينا أن نفرح لكن دكتور فيصان أنت تؤكد ما طرحه طيب دكتور فيصان أنت تؤكد ما طرحه الأستاذ عبد العزيز وما أنت قلت قبل قليل بأن السواد الأعظم من هذا الجيش هم أبناء القناد ومن أبناء محافظات بعينها هم كجنود لكن القيادة لا زالت حصرا على أماكن معينة وعلى مراكز نفوذ معينة وهذا هو الخوف يعني يذهب القنود ككباش في الميدان ويستحول هؤلاء وإنما كجنود وكقيادات ليسوا قنودا فقط وإنما قنود وقيادات وفي مختلف القطاعات لا يمكن أن نعتبر هؤلاء موظفين بعض القبائل وبعض المناطق وبعض المناطق ناقصة تبحث عن وظائف لأفرادها عبر التقنيد لكن القيش الوطني اليوم ليسوا موظفين ولا يمكن أن نعتبرهم موظفين لأجل استلام الراتب هناك في الكشوفات مغالطة كما تفضل الأخ عبد العزيز وهذا شيء وارد لكن القوام الجيش اليمني تقريبا 150 ألف موجودين على الواقع ومتواجدين في مختلف القبهات هؤلاء أتوا للتضحية لأجل الوطن لأجل الشعب للدفاع عن الناس لأجل الحرية ولأجل هذا البلد علينا أن نفرق بينهم كموظفين وبينهم كجيش خرج عنواعي خرج لكي يستعيد الدولة من أيدي العصابات هذا القيش يقدم الانتصارات هذه الأيام ويتقدم في مختلف المناطق ولعلكم تلاحظون هذه الأشياء لكن التهويل من قصة الكشوفات وأن هناك يستلمونهم في صفوف الحوثي يقب على وسائل الإعلام أن تتحقق وتتأكد منها لأن نتأكد منها نحن ونحن بعيدين عن الميدان وبعيدين عن الوطن على وسائل الإعلام أن ترسل المراسلين الحربيين في مختلف الجبهات طيب لماذا لا يكون الأمر بهذا اتجاه دكتور فيصل لماذا لا يكون بهذا اتجاه التحقق من هذه المعلومات وإن ثبتت صحتها يكون هنا مشروع من الجميع على مؤسسة الجيش ويكون توقيت مناسب ربما لتقويم الوضع لا أن يتم التغطية عليها كما يفهم ربما البعض مما تقول لا نريد التغطية عليها لا نريد التغطية عليها نريد من وسائل الإعلام الوطنية الوسائل الإعلام يعني الناطقة باسم ثورة 11 فبراير أو المنبثقة عن هذه الثورة الوسائل الإعلام الواعية التي فرضت نفسها والنخب الإعلامي المتواجدة يعني يجب أن نكون في اتقاه واحد وأن نبحث في صحة هذه المعلومات حتى نكون واضحين مع العالم لا نتعامل مع المعلومات ولا مع الكشوفات المنسوسة بعض التعينات تمت خابل وجود قيادة الجيش الحالية وتم تزوير أوراق ونزلت للشارع وكانت فضائع علينا التحري والدقة في المعلومات علينا أن نرفع من أعنويات الجيش الوطني لا أن نثبتهم فلان أخذ أموال وفلان أخذ مبالغ وأنتم لم تحصلوا على شيء هذا نوع من التطبيق لعزائم الجيش الذي يقاتل الذي يحفر الطرقات بأظافره وبيده يريد أن يصل إلى العاصمة صنعاء وقد سكبوا كثير من الدماء وما زالوا في هذه اللحظات يسكبون دماءهم للوصول إلى العاصمة صنعاء علينا أن نكون معهم أن نتحول إلى قنود خلف هؤلاء القنود وأمام هؤلاء القنود أن يكبر هذا الوعي علينا أن لا نثبتهم هنا دور الإعلام هنا دور الإعلام في حالة الحرب هنا من الدورهم للعودة لأن نعم دكتور فيصل لأن فلان معلان أخذ من أموالكم أنتم لم تحصلوا على مغالغ علينا أن نكون معهم لا أن نكون عليهم نعم أشار الدكتور فيصل ربما إلى نقطة مهمة وهي أن دور الإعلام الآن الإعلام الوطني تحديدا في حالة الحرب كيف يتحول هذا الإعلام أو كيف ينبغي أن يكون فعلا توقيها معنويا جمبا إلى جمب مع القيش الوطني وأن لا يكون مطبطا لهذا القيش ولا يهول من أي إشكاليات داخل القيش خاصة أن نتحدث عن إشكاليات محدودة نتحدث عن ظاهرة كبيرة داخل القيش كيف أن هذا الخطاب ربما يضر فعلا بالجيش الوطني وبمعنوياتهم ويستفيد منه الطرف الآخر أستاذ عبد العزيز إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح هناك إشكالية كبيرة تتعلق بطبيعة إدارة الدولة واللحظة الراهنة عندما يتم مثل هذا الأمر في وقت حرب أعتقد بأنه يرقى إلى مستوى الخيانة لأن هذا الأمر مرتبط بأهم مؤسسة داخل القيش لماذا؟ هذا القيش البني بشكل سيء وبهذه الطريقة التي يتحدث عنها الدكتور أن هناك مجتمع يمني قبل يجب أن نراضيه بالتوفير وظائف لأفراده الذين يجب أن يبقوا في القيش بينما هناك أشخاص يجب أن يقاتلوا بالنيابة عنهم ثم عندما يكملون المعركة على هؤلاء أن يأتوا مقددا ويستلموا الحكم ويسيطروا وبالتالي نحن نتحول إلى مجموعة متبرعين للقتال لمصلحة مجموعة معينات وأعتقد بأنها من حقها أن تسيطر وتحكم والبقية فقط أن يصبحوا رعية هناك إقراءات فنية وتقنية تستطيع ضبط الأمور داخل القيش عندما يتم مثلا فرض النظام البصمة نظام البصمة الآن معتمد في المحاوظات القنوبية وفي تعز مثلا وكل فرد لا يستطيع استلام راتبو إلا بواسطة البصمة السؤال لماذا هذا النظام ليس مطبقا في مركز قيادة الجيش في مأرب مثلا هذا سؤال مهم وأعتقد بأن على رئيس القمهورية رئيس هيئة الأركان أن يجب عن هذا الأمر لماذا يتم التعمد وعلى كل المسؤولين بما فيهم عبد الرب منصور هادي وبندغر لماذا يتم تعمد إبقاء هذه المناطق بعيدا عن نظام البصمة المعروف بأن هذه المناطق ترفض أصلا أن تكون مضعنة وخاضعة لقوانين الخدمة العسكرية وبالتالي تتصرف بهذا الطريق الذي أيضا يعكس حالة من القبول بمثل هذه الطرق التي تنطوي على شكل الاستعلاء والغطرسة وبالتالي نحن مثل ما سلموا الآخرين في الستينات والسبعينات وهؤلاء نستكبوا دماءهم بالقبهة بالآلاف المناطق مثلا تعز وإب والريمال والحديدة وهذه المناطق لم تكن أصلا في جيش الإمامة قبل 16 ستمبر وكانت وظيفة الجيش مقتصرة على أفراد قبيلتي حاشد وبكين بعد ثورة ستمبر انخرط هؤلاء بالآلاف في القبهات قاتلوا وصمدوا وهم انكسروا حصار السبعين وعندما قال حصار السبعين تصوري أن كبار قادة الجيش فروا من المعركة وهم تتحدثين عن أسماء كثر علي سيف الخولاني عن حسين المسوري وأسماء كثيرة هؤلاء يفروا عندما تصدى للمهمة صغار ضباط الجيش من أبناء المناطق هذه الثورية والتي كانت تنتمي للقمهورية بشكل حقيقي هؤلاء الناس نقحوا بكسر هذا الحصار واستعادت السيطرة على العاصمة القمهورية ثم بعد ذلك قاءت هذه المسميات للضباط الذين ينتمون أيضا لمناطق محددة ولذير النعرات الطائفية وبنفس الوقت يستخدموها كمترس لتصفية القوى الوطنية داخل القيش وبالتالي نقحوا في هذه المسألة ما الذي يضمن أن لا تتكرر مثل هذه الهمار ربما يضمن ذلك تغير الوضع منذ الستينات حتى الآن سر عبد العزيز دعيني أقبل هذه النقطة فقط الفرد المقاتل اليوم في القبهات من أبناء القيش الوطني عندما لا يستطيع أن يحصل على راتبه بينما شخص آخر يتقاض راتبه وهو موجود في مناطق سيطرة الحوثين ماذا تسمي هذا إذا كان هذا الظلم يحصل وقت الحرب فماذا سيحصل بعد الحرب يقب على وسائل الإعلام وهذه النقطة التي كنت تريد الإقابة عليها يقب على وسائل الإعلام أن تلعب دور الرقابة الكاملة في هذا القانب الأمر لا يحتمل المدهنة على الإطلاق وبالتالي لأن من شأن هذا الأداء أن يخدم القيش وفكرة القيش نفسه الماضي البغيض الذي لا يزال يتكرر في حتنا بشكل يومي نريد أن يبنى قيش وطني من أبناء جميع المناطق وأبناء المناطق جميعا يجب أن يشتركوا في القبات وأن يقاتلوا أما أن يقاتل أبناء مناطق محددة تم التعامل معهم بتمييز ثم بعد ذلك تم منح امتيازات لأبناء مراكز نفوذ وشخصيات وأبناء مناطق محددة فهذا مرفوض تماما اليمنيون لم يخرجوا من أقل أن يضحوا من أقل أن يعيد مراكز النفوذة السابقة يا سيدتي لن يدعي للناس لا لشيخ ولا لسيد بعد اليوم إذا كان فقط من هناك من يحرص على إبقاء هذه الفكرة والعودة مقددا إلى نفس النقطة هذا يعني أنه سيدخلنا مقددا في دورات عنف لن تنتهي ولن يقبل ببقاء مثل هذا الضيم والظلم أحد نعم وهناك من يرى أبعد من ذلك بأن المعركة أساسا لن تنتهي ولن نصل إلى مرحلة بناء الدولة دكتور فيصل يعني هناك من يرى بأن هذه النقاشات التي يجب أن تتأجل إلى مرحلة بناء الدولة ومن ثم سيتم يعني إعادتها بناء الجيش الوطني ومؤسسات الدولة بشكل عام بضمن صياغ وطنية مشتركة يعني هناك من يرى بأن هذه المرحلة لن نصل إليها في حال سكتنا على هذا الوضع لن تنتهي المعركة سيظل المستفيدون من الحرب يعني مستمرون فيها طالما هذا الفساد موجود ومسكوت عليه دكتور فيصل ألا ترى بأن هذا الطرح أيضا معقول هناك طرح أنت شاؤميا غير مبرر الأستاذ عبد المجيد عبد العزيز المجيدي هو موجود في اليمن يستطيع أن يزور أي جبهة من الجبهات في صرواح أو ناهم أو مناطق مأرب ليتأكد من ذلك بنفسه لو كنت موجودا أنا لزرت تلك القبهات الأخبار التي تنقل لنا من تلك القبهات ليست بمثل هذا التشاؤم الناس يريدون الوصول إلى العاصمة ونحن نريد تصحيح وضع فلان وعلان أنا لست معا أين من الاختلالات وأنا معا أن يتثبت الإعلام من جميع المعلومات وأي خطأ وأي خطيئة يجب أن تعالق بوقتها فلان اعتد على ضابط اعتد على ضابط ولماذا هذا الضابط يسمى أسكريا ولديه سلاح لماذا تسمح له أن يعتدي عليك تريد من الناشط في الفيسبوك أو في تويتر أن ينصرك وأنت في صفوف القوات المسلحة أنت صار بنفسك وريحنا يعني بعض الطروحات التي تتشاءم من عودة الستينات وعودة العصر الماضي هذا شيء لا يمكن أن يحصل وإلا لكانت ثورة 11 فبراير فاشلة نحن نتحدث عن نقاح واستمرار ثورة 11 فبراير وهي التي أنتقت لنا هذا القيش هذا القيش لا يمكن أن يكون متخلفا ولا يمكن أن يعود إلى الوراء ولا يمكن أن ينسحب ولا أن يتقهقر اليوم القيش من كل المحافظات اليمنية ليسوا من ثلاث محافظات فقط مثلا في نه هم موجودين من حضر موت ومن شبوى ومن الشمال ومن القنوب ومن الشرق ومن الغرب أنا أتحدث عن أكثرية من منطقة معينة وهو دكتور فيصل كان معانا جيش أصلا قبل 2014 كان معانا جيش وكلنا نعتقد بأنه جيش جمهوري دكتور فيصل لم يكن لدينا لم يكن لدينا كانت فقط المشكلة فيه إلا أنه كانت المعايير مختلة وهذه المشكلة تتكرر الآن كان لدينا حرس جمهوري من ثلاث محافظات من ثمان مديريات منتقين بالقطارة من مذهب ومن طائفة معينة وهذا قد تحدثنا عنه كثيرا ولا نحتاج أن نعيده لكن الفرقة الأولى مدرعة كانت من شمال وقنوب اليمن ومن تعز ومن الحديدة ومن كل المحافظات لم يكن فيها تمييز وهذا للأمانة التاريخية واسألوا من تبقى فيتع الصادق صرحان الحمادي الشراقي معظم القادة العسكريين اليوم الموجودين هم ينتمون للفرقة وهم الآن من يكونون الجيش القديد 75% إلى 80% هم من أبناء 11 فبراير ومن تبقى من الجيش هم من العسكريين السابقين الذين ينتمون للفرقة أو من من التحقوا بثورة 11 فبراير في بدايتها وانضموا للثورة خرقوا من ما يسمى معسكرات الحرس وكانوا أفراد ما يحدون بالقول هو أن لا نثبت هذا الجيش وأن نقف معه وأن لا نثنيهم عن معركتهم الآن المعركة تقترب من صنعاء علينا أن ندفع بهم أكثر نحن دفعنا بالناس من 2011 إلى الانضمام للثورة ومن 2015 ومن نهاية 2014 إلى الانضمام إلى المقاومة فكيف بنا اليوم نقول لهم عودوا لأن فلان سرق وفلان مدري ماذا فعل في الستينات فعلوا وتركوا لا اليوم غير الستينات نحن اليوم في ألفية جديدة وأفكار جديدة وواعي آخر لا يمكن لأحد أن يحكم أحد أو يسيطر على أحد لا خوف لا من هضبة ولا من مثلاث ولا من شمال ولا من قنوب اليوم لدينا مخرجات حوار ويمن اتحادي وقيش من جميع الأقاليم الستة المكونة لليمن الاتحادي لا يمكن أن تكون الشوكة في منطقة وفي منطقة أخرى لا علينا اليوم أن نتقاوز عن الخطاب الماضي وأن نتقاوز عن الخطاب العنصري المناطقي الطائفي اليوم هؤلاء الشباب يعلنون عن أنفسهم يمنيون لا زيود ولا شوافع هؤلاء هم الجيش الوطني ينتمون لليمن ولروح ثورة فبراير ولروح اليمن العظيم نعم سعد العزيز يعني أشرت أنت إلى مخاوف وهي مخاوف ربما مشروعة من تكرار سيناريوهات سابقة في الستينات وفي غيرها من المراحل التي ثبت فيها فعلا بأن الخلل في بنية الجيش الوطني هو ما أوصلنا إلى هذه الحالة من الصراعات ألا ترى أيضا بأنه من جانب آخر يمكن أن ننظر للموضوع من زاوية أخرى أنه تكرار الخطاب المتعلق بتخوين مؤسسات الجيش كما حدث ربما في 2014 بتخوين الفرق الأولى مدرع وتخوين اللواء 310 وغيرها وغير من الخطاب الإعلامي الذي كان يومها متحمسا بأنه لأقل بناء جيش وطني سليم أيضا هو ما أوصلنا إلى هذه النتيجة يعني لماذا ننظر للموضوع من هذه الزاوية أستاذ عبد العزيز ما هي المعالجات برأيك إذا ما أردنا تقاوز الخطابين على حد سوا المشكلة أن الدكتور يقول كلاما هو أصلا يتناقض مع ما يفترض أنه يدافع عنه ويقول بأن هذا الجيش الموجود هو من أبناء ثورة 11 فبراير وأنهم يمنيون يقاتلون وبنفس الوقت يقول أيضا بأن هناك محاولات لترضيات قبائل وتقديمهم لتوظيف أبنائهم وما إلى ذلك هذه الممارسات هي بالضبط هي المشكلة عندما يتم الحديث مثلا عن مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطني سيدتي ما هو بالضبط هل هو مجموعة التزامات تتعلق بعمليات إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديدا أيضا أهم هذه المؤسسات هي مؤسسة الجيش عندما يتم إعادة تشكيل الجيش وأنا هنا لا أتحدث عن الجيش الوطني الذي يقاتل في الميدان ويجب أن نفرق في هذه المسألة نحن ندافع عن تضحيات هذا الجيش الوطني نحن ضد الممارسات التي تحاول إعادة نفس السياسات القديمة أما ما يتعلق بمسألة أن الستينات مختلفة عن ما هي عليها الأمور الآن أسأل الدكتور فيصل ما الذي أعادنا إلى الستينات يا صديقي قبل ثلاث سنوات من الآن وخرق الناس يتبركون بالسيد وببركات السيد الإمام ويدعينون له ويخشدون الحشود ويكتبون الزوامل والقصائد ويكتاحون المناطق ويكتبون مواثيق الشرف القبلية وما إلى ذلك يعني أنا أستغرب أن أمر مثل هذا يصدر من الدكتور وهو يعرف تماما أن التاريخ أحيانا كما قال الفلاسفة يعد نفسه إما بشكل هزلي أو بصورة مأساوية كل هذه الأمور تنتق بسبب الممارسات نحن ضد ممارسات يا صديقي هذه الممارسات التي تحدث سواء بمسمى قيش بمسمى سلطة شرعية سميها ما شئت هي تضرب القيش الوطني ونضاله وكفاحه هذا القيش يجب أن يبنى على أسس وطنية حقيقية تتعلق بمسألة عدم تكريس فكرة التمييز داخل هذه المكونات عندما يتم التعامل مع مقاتلين موجودين في القبهات بشكل ثانوي بينما يتم الاهتمام بشكل بالغ بالمسميات الموجودة في الكشفات وترسل لهم المرتبات إلى داخل العاصمة وإلى داخل ذمار وداخل عمران ماذا تسمي هذا أنا لست بصدد فكرة عادة تقسيم وتنميط الصراعات بشكل طائفي أو مناطق وما إلى ذلك الذي يتصرف بهذه الطريقة ويحاول يكرس سياسات هوية بشكل ما داخل القيش من خلال إصدار القرارات هذه أو التغاضي عنها حتى لو كان بيغطلب من التحالف التحالف في النهاية هو لديه مصالح وفي النهاية أعتقد بأن مقمل تصورة التحالف والسراتيجية على المدى البعيد ليس من مصلحته أن يكون هناك قيش قوي في اليمن وبالتالي الإضعان لمثل هذه السياسات هو في النهاية خطأ كبير يتعلق بمسألة إعادة بناء مستقبل مفخخ بالكثير من الإشكالات التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى عدة إنتاج نفس دورات العنف أنا لا أنفي أن هناك من أبناء مناطق صنعاء وذمار وعمران يقاتلهم بالعكس هناك كثير يقاتلهم في قبهات كثيرة وهذا لا شك فيه لكن أنا أقول بأن هناك محاولات تقييش من مراكز نفوذ وتعيد بناء نفسها داخل السلطة الشرعية بنفس الوقت تقوم على أساس فكرة حيازات وتسويات لأفراد وأشخاص تابعين لهذا الشيخ الفلاني والعلاني وبالتالي تعيد تكريس نفس المنطق عد لقراءة كتاب محسن العيني رئيس الوزراء السابق وهو يتحدث كيف أن بعد سبعين وبعد الثورة كيف أن مشائخ القمهورية في ذلك الوقت الشيخ عبد الله بن حسين وشيخ سينان والمجموعة التي كانت تتبع وكيف كانوا يطالبون ويتابعون بعد مخصصات واعتمادات لأكثر من عشرين ألف مقاتل ليسوا موجودون في كشفات القيش هل هذه المراءة والممارسة طارئة من اليوم أم أنها هناك سابقة لمثل هذه المسألة هذه السابقة أنتقت وضع مشوه أدت إلى إنتاج هذه الحالات وهذا الوضع الكارثي للذين عيشوا الآن اليمنون لماذا ثاروا في 2011؟ ثاروا لأن هناك عائلة ونظام مستبت سيطر وركز السلطة داخل عائلة كرس كل إمكانيات الدولة من أجل خدمة وأجندة هذه العائلة وكان في نفس الوقت أيضا لديه تحالفاته العصبوية والطائفية بنعمة أو بشكل ما أشكرك سعد عزيزي أنت كل هذا الدمار والكوارث داخل البلد أدت إلى أن الناس يخرجوا في الشوارع من أجل المطالبة عندما نقدم هذه التضحيات ويتم الالتفاف على ثورة شعبية ثم بعد الالتفاف على ثورة شعبية بسبب تقديرة خاطئة لسياسيين وقيادات وما إلى ذلك يعود المسألة إلى مسألة انقلاب وسيطرة مسلحة من قبل نفس النظام وأدواته العصبوية ثم بعد ذلك نعود ونخوض حرب لمواقهة انقلاب يتم بنفس الوقت عادة وتكرار نفس الممارسات داخل هذه السلطات هذا وضع مخلوة في شكل من أشكال حدما الأمانة شكرا عبد العزيز أشكرا جزيل شو الشعب يقدم تضحيات وبالتالي على القادة يتحبل مسؤوليتهم ما هو المطلوب من هؤلاء القادة؟ أشكرا مطلوب منهم فقط عدم الالتفاف لمثل هذه المصالح الفئوية الضيقة والشخصية التي تخدم أشخاص وأفراد فقط أشكرا عبد العزيز المجيدي وبالتالي عليهم أن يكونوا شقعان لرفض مثل هذه المساومات شكرا جزيل نفس العبد العزيز المجيدي الصحفي كنت مع نعب الأقمر الصناعية من تعيز كما أشكر جزيل الشكر الدكتور فيصل علي الباحث والإعلامي كان معنا من كوالا لنبور أشكركم عزيز المشاهدين لطيب المتابعة نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد ترجمة نانسي قنقر